في زيارة هي العاشرة للشرق الاوسط منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وصل وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة يشارك فيها في افتتاح الحوار الاستراتيجي الامريكي المصري ولبحث الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة ياتي بلينكين هذه المرة بتصور امريكي جديد في محاولة لحل حلة الموقف والاصول الى اتفاق وبحسب معلومات توفرت لصحيفة العرب الجديد فان تسريبات التصور الامريكي الذي تعكف عليه ادارة بايدن حاليا والذي وصل الى القاهرة بعض منها لا يتضمن حلولا حقيقية للعقبات التي عطلت المفاوضات السابقة اذ لا يقدم الزاما لاسرائيل باخراج قواتها من محور فلادلفيا ورأت واشنطن في طرحها ان قوات عربية واجنبية في المحور كفيلة بانهاء الخلاف وعلى الرغم من تمرير الادارة الامريكية موافقة غير مشروطة على المعونة الامريكية لمصر المقدرة بمليار وثلاثمائة مليون دولار فان مسؤولين مصريين بحسب العرب الجديد يرون ان ذلك لن يكون دافعا للقبول ببقاء دائم لاسرائيل في محور صلاح الدين لكن القاهرة اقترحت في هذا الصدد رقابة غربية واستخدام معدات تكنولوجية تمنع تهريب الاسلحة او حفر الانفاق وذلك الى حين توقف الحرب ونشر قوات امن فلسطينية لا تدبع الفصائل على الجانب الفلسطيني من الحدود المسؤولون المصريون يشددون على ان ما يتم الزعم بشأنه بقايا انفاق مغلقة من الحدود المصرية تم هدمها خلال عمليات الجيش المصري في سينا وذكروا ان المسؤولين الامريكيين اكدوا غير مرة خلال اجتماعات معهم ان ما قامت به القاهرة في هذا الملف بمنزلة انجاز حقيقية ورغم تواصل جهود الوساطة منذ اشهر وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو وضع شروط جديدة حذر مسؤولون اسرائيليون مرارا من انها ستعرقل التوصل الى السفقة خاصة مع رفض حركة حماس لشرط نتنياهو ببقاء قوات اسرائيلية في محوري فلادلفيا ونتساريم لتبقى زياراته بلينكين محصورة في اطار المحاولات والاقتراحات بينما يتحرك نتنياهو بحسب رؤيته لا في غزة فحسب بل في الشمال ايضا لتضع المنطقة اقدامه على حافة الهاوية بحسب اعلام عبرية